سجلت البورصة المصرية في ختام تدولات أعلى زيادة في رأس المال السوقي في تاريخها بقيمة 31.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 739 ملياراً و 766 مليون جنيه وذلك في استجابة سريعة للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 4.9% ليغلق عند مستوى 11.511 نقطة كما ارتفع مؤشر أشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 82.83% ليغلق عند مستوى 1.979 نقطة وصعيد المؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 53.3% ليغلق عند مستوى 2.996 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيه و 17 قرشا للشراء و 18 جنيه و 26 قرشا للبيع كما سجل اليورو 20 جنيه و 5 قروش للشراء و 20 جنيه و 16 قرشا للبيع ووصل سعر الإسرليني اليوم إلى 23 جنيه و 88 قرشا للشراء و 24 جنيه و قرشا للبيع بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه و 94 قرشا للشراء و 4 جنيه و 97 قرشا للبيع وسجل الريال السعودي 4 جنيه و 84 قرشا للشراء و 4 جنيه و 86 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفسة ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 1931 دولار و 70 سنة للأوقية على الصعيد المحلية سجل عيار 18 نحو 857 جنيه للجرام و وصل سعر عيار 21 إلى 1000 جنيه للجرام أما عيار 24 فقد لامس 1147 جنيه للجرام و وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8000 جنيه ترجمة نانسي قنقر